لماذا ذهبت إلى الرواية؟ أو لماذا حطرت الترحال في الرواية؟ الحقيقة أنني بدأت بكتابة القصة لكنني شعرت أنني بحاجة إلى مساحة أكبر للتعبير أردت فضاءً روائياً واسعاً يتسع لما أريد التعبير عنه فحاولت في العمل الروائي أن أعبر عن ذاتي وعن ذات الجماعية وأن أتحدث عن مجتمعي وأقدم نمازج مختلفة من الشخصيات نمازج عديدة من الأمهات نمازج عديدة من النساء ومن الرجال ومن العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة وبين الإنسان ومجتمعه أردت أن أكشف الغطاء عن كل المسكوت عنه في الكتابة الزكورية إن كانت بقلم رجال أو إن كانت بقلم نساء أردت أن أعلي صوت الأنوسة أن أعلي صوت المرأة التي تتحدث عن مجتمعها وعن نفسها بعين المرأة لا أن تستعير النظرة التي تتعلمها أو تنظر إلى نفسها من المجتمع وثقفته الزكورية حاولت أن أعبر عن نساء المكمومات الصامتات المكموعات المعنفات بكافة أشكال القمع وأن أعبر عن الإنسان حتى البسيط لم أشعر وأنا أكتب بأنني أكتب لأنني أعرف بل كنت أكتشف وأنا أكتب كانت كل العمل روائي هو رحلة للمعرفة للمعرفة الإنسانية وللمعرفة الفنية وأن أواجه المجتمع أن أكتشف الغطاء عن العمى الذي يصيب بعض الشخصيات وأن أضيئ على مشكلات حقيقية في مجتمعنا علاقة المرأة بذاتها علاقتها بالرجل علاقتها بالصديقات نعم، كانت الرواية عالمة واسع للتعبير عن الحب، القمع، الحرية، الصداقة، الموت، ما بعد الموت، تجربة الحرب اللبنانية التي هي زاكرتي وزاكرة جماعية أن أكشف عن التقاليد البالية عن مجتمعاتنا القبلية عن مجتمعاتنا التي تثأر لأذهب إلى ما هو إنساني لأن كل أدب هو عمل إنساني وكنت سعيدة في أنني صحيح أنني عبرت عن نساء في محيط جنوب لبنان إلى أن كل النساء العربيات شعرنا أنني أتحدث عنهن وكل واحدة من القارئات تقول لي أنا نهلة أو أنا مريم أو أنا ابتسام أو أنا أمي أم مريم يعني وهذا الأمر أسعدني لأنني أؤمن بأن الرواية عمل فني يضيء المعرفة يكشف عن زواتنا وعن زوات المجتمع وعندما نعرف نتغير الثقافة والعمل الروائي تحديدا هو يحاكي الواقع ويحاكي الخيال وأنا في كل أعمالي حاولت أن أذهب بخيالي إلى إعادة تسليد الواقع ولذلك أدبي جاء حقيقيا جاء إضاءة ومعرفة وبالحقيقة يعني العمل الروائي هو عمل يعني أنا مفتونة به لأنني مفتونة بالسرد السرد والحكي الذي هو جزء من ثقافتنا وتاريخنا منذ شهر زاد إلى الآن لذلك قيل عني شهر زاد الرواية العربية عند النقاد العرب وعند الأجانب وصفوني أيضا بأنني شهر زاد الرواية العالمية كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل الشكر لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو شكرا